السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث عن أسباب تساقل ثمار التين قبل النضج ونتحدث في شرح وافي مبسط عن أهم هذه الأسباب وعرض لأهم الحلول أو طرق الوقاية والعلاج لهذه المشكلة ولو حضرتك أول مرة تابعنا أمي الاشتراك وفعل جرس التنبيهات لتصلك أحدث المعلومات الزراعية تابعونا السبب الأول والرئيسي هو التنافس الذي يحدث بين النمو الخضري والثمار إذن كيف يحدث هذا التنافس أو سبب حدوث هذا التنافس يحدث بعدة أسباب منها زيادة الري حيث أن زيادة الري تؤدي إلى تسريع النمو الخضري وبالتالي تهم الأشجار التين الثمار وتبدأ الأشجار في التخلص من هذه الثمار قبل الدخول في مرحلة النضج وتكون هذه الثمار ذات طبيعة إسفنجية أو ما يسمى بظاهرة الثمار الإسفنجية أما بالسبب الثاني فهو زيادة التسميد بعنصر النيتروجين والذي يسبب نفس المشكلة أو نفس مشكلة الري حيث يوجه الأشجار للنمو الخضري وبالتالي تتخلص الأشجار من الثمار التي تحملها قبل نضجها ويحدث هذا التنافس خلل هرموني يوجه الغذاء إلى النمو الخضري ويقلل إنتاج الهرمونات التي تساعد على تسبيت الثمار مثل هرمون الأكسين وتقلل من تساقطها اثنين من الأسباب المهمة أيضا عدم انتظام الري حيث أن زيادة الري لها تأثير سلبي وتوجه الأشجار إلى النمو الخضري على حساب الثمار أيضا العطش الشديد يؤدي إلى إجهاد الأشجار وتبدأ في التخلص من الثمار قبل نضجها وعدم ضبط الري يؤثر على البرنامج السمادي فتقل التغذية للأشجار وتسقط الثمار نتيجة نقص هذه التغذية ثلاثة ثم تسقط قبل النضج والبرودة الشديدة تسبب نفس أو انخفاض في عملية الإقصاب أربعة فشل في عملية الإقصاب سواء بالبرودة أو الحرارة الشديدة وعدم توفر الظروف المناسبة من الري والتسميد خمسة الإصابة بذبابة ثمار الفكهة والتي تصيب الثمار وتضع البيت داخلها مما يؤدي إلى حدوث بها ثقوب ثم تتعفن الثمار وتسقط وهذه الحشرة من الأسباب الرئيسية في تساقط الثمار قبل النضج في التين ستة زراعة أشجار التين في الأراضي ذات الملوحة العالية أو تروة بماء ذو ملوحة عالية أو الزراعة في الأراضي سيئة الصرف وذات الماء الأرضي المرتفع والذي يؤدي إلى اختناق أو تعفن الجزور مما يسبب نقص في امتصاص العناصر من التربة والذي يؤدي إلى نقص الغذاء في الشجرة بالتالي تسقط الثمار نتيجة نقص التغذية سبعة الإصابات الفطرية وخصوصا عفان الجذور والإصابات الحشرية كحفار ساق والحشرة القشرية والنيماتودة كل هذه الإصابات تؤدي إلى تساقط الثمار قبل النضج ثمانية ذراعة أصناف تنتج ثمار ذات أزهار أنثوية فقط فلا يتم تلقيحها فتسقط قبل النضج وهناك أصناف أخرى تنتج ثمار ذات أزهار مذكرة ومؤنسة لكن تفشل في أعمالية التلقيح وبالتالي تسقط الثمار قبل عملية النضج أما عن أهم طرق الوقاية والعلاج لمشكلة تساقط الثمار قبل النضج في التين واحد وضع برنامج ري يراعي طبيعة الأرض والظروف الجوية وعمر الأشجار مع وضع برنامج سمادي متوازد يراعى فيه قوة الأشجار وعدم الإصراف في التسميد الأزوتي لتفادي المشاكل التي يحدثها هذا العنصر اثنين الزراع في تربة جيدة الصرف وخالية من الملوحة ويكون بها مصدر ري خالي من الملوحة ثلاثة التقليم الجيد للأشجار ويراعى أن يكون قلب الأشجار معرض للشمس والتهوية الجيدة أربعة مراقبة الأرض لاكتشاف الإصابة بذباب الثمار الفكهة ومكافحتها بسرعة ووضع المصاد الفرمونية والتلزائية مبكرا لاكتشاف الإصابة خمسة معالجة أعفان الجزور ووضع برنامج وقائي للوقاية من الأمراض الفطرية والنيماتودة والإصابات الحشرية ستة استخدام الهرمونات مثل الجبرلين والسيتوكينين والأكسين للتقليل من ظاهرة التساقم هذا كل ما لدينا حفزنا باشتراك وتعليق انتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته